قال الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إن مسيحي العراق مكون أصيل وقفوا إلى جانب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة التحديات مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجههم في بلدهم ويجب تجاوزها وعدم التهاون معها وأكد سيادته خلال استقباله أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم على أهمية مشاركة حقيقية للمسيحيين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز وضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص ليسهم المسيحيون وباقي المكونات في رسم حاضر البلد ومستقبله كما هنأهم بنعقاد المؤتمر السنوي للكنيسة الكلدانية وجلسات السينودوس الكلداني متمنيا لهم التوفيق في عملهم وكان أباء السينودوس الكلداني الذي انعقد في الصرح البطرياركي ببغداد قد وجهوا رسالة إلى قداسة البابا فرنسيس يسألونه أن يمنحهم البركة الرسولية معربين عن تصميمها من الالتزام بموضوع السينودوس في كل أبرشية وعلى مستوى الكنيسة الكلدانية في العالم شاكرنا لقداسته اهتمامه بكنيستهم وببلدهم العراق وكل بلاد الشرق الأوسط